النهاردة الحياة كان فيه خبر على ان النادي الاهلي بيوافق على طبعا ده كلام غير صحيح النادي الاهلي بيوافق على عرض البواليا وعرض الاليو ديانج وعرض احمد ياسر ريال اعتقد ان خروج هذه الاخبار في مثل هذا التوقيت ليها دلالة معينة هو كل ده مشفري في النادي الاهلي بكلام يعني النادي الاهلي انت عندك رئيس مجلس اقدارة محترم جدا وفاهم كويس جدا عندك مجلس اقدارة كله محترم عندك الجهاز الفني بتابع هو القصة كلها النهاردة ولا النادي الاهلي بيقف ضد اللاعب فأي حاجة بتحصله النادي الاهلي نفسه لأي حد يجيله عد احتراف كويس يمشي لكن كل حاجة بحكمة والنهاردة انا شايف مثلا وامتا اختيار التوقيت ومين اللي ممكن بعيد شوية ياخد ممكن النهاردة عندي حد مميز واساسي مش هيبقى صعبة الامور قوي امتا ومين وازاي وبرضه قيمة التسويقية والفلوس والحاجات النادي الاهلي هتفرق مع النادي لكن مش شرط رقم واحد هو الفلوس انت عندك النهاردة فيه اتنين تلاتة مميزين عندهم عروض مثلا كبيرة جدا ومبالغ كبيرة جدا فالنادي الاهلي في الحتة دي بيقى فيه حكمة احتياجاته للتيم بتفرق جدا انت عندك يا زي ما قلت لجنة تعاقدات ومجلس ادارة وناس كتير جدا كبت الخطيب أكيد عنده خبرات كبيرة جدا ولكن النادي الاهلي مش بيبص الكلام ده النادي الاهلي دايما فيه كلام بتقال عن النادي الاهلي مش كل كلام هيتقال هيبقى فيه رد فعلي من النادي الاهلي لان الكلام كتير جدا لا طبعا رد فعلي بيكون عندنا احنا احنا بنقول يا جماعة ان الكلام ده مش صحيح ما حدش اساسي انتكلم في النقط دي لانه ما يعقلش انه عندي تمام مطشاته ده كلام لا يعقل بالضبط أنت النهاردة النهاردة قالي كل اللي أكيد جاذب عني وميس إدارة كل الناس ركزهم ما حدش يتكلم في عروض حتى كمان أنا متوقع أن الكابتن سيد وكل المسؤولين بيتابعوا الناس اللعيبة اللي كانت في اليابان أنه فيه شركات تسوقية ببقى موجودة فيه ناس بيتتكلم معك ملكش طعب الكلام ده أنت ركز شكله كويس في دي البلد مرن كويس ارجع لنا كل ده إحنا نتصرف فيه كمسؤولين لكن كل اللعيبة كلها لازم تكون تدب شكل كويس أما كلام أن فيه قائد احتراف أو فيه ناس هتسافر أو فيه ناس عرض خلاص خلوا نادي وافق آه ده قالوا نادي إزاي غريبة جدا أنا أريد أن فيه تقريبا أن خلاص نادي الأهلي وافق على أحمد ياسر لا النادي الأهلي دايما عايز أقول للناس النادي الأهلي عنده منظومة إعلامية لو فيه أي حاجة بتحصل أو بجد أو نادي الأهلي عاوز يعني عليها بيعني من خلال النادي طبعا هو ده الأهم هو ده اللي إحنا دايما بنحاول نقوله لحضراتكم دايما من خلال شاشة قناة لاندي الأهلي لو فيه أي حاجة هتلقونا دايما بنقول لحضراتكم